اشتركوا في القناة وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أصحبكم الليلة في رحلة جديدة على طريق التحرر من أغلال العقل أفتتحها بالتوكل على الله سبحانه وأسأله أن يرينا الحق حقا حتى نتبعه ويرينا الباطل باطلا حتى نجتنبه وأن لا يجعلهما علينا متشابهين فنتبع الهوى بغير هدى منه ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون هناك من يبيع الوهم ويستثمر فيه وهناك من يشتري هذه البضاعة اعتقادا منه بأنها الحل السحري لمشاكله الاجتماعية والمالية والنفسية تجارة رائجة تهدر فيها الأموال الطائلة تقوم على بيع الوهم وهم القدرة على التعاول مع الجن والاستفادة من قدراتها في معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل وإبطال السحر ودفع شر العين والحسد وحل المشاكل الزوجية سواء بالتفريق أو بالتوفيق بين الزوجين حسب الرغبة والطلب وعلاج الأمراض العضوية والعقلية والنفسية أو إلحاق الأذى بالآخرين وغيرها من العمور والمبتلون مستعدون وبعضهم فقراء لتحمل أعباء مالية كبيرة من أجل وضع حد لمعاناتهم وآلامهم النفسية ولو كان عن طريق الشعوذة والدجل وهذا يؤدي ويساهم في تكريس الجهل والتخلّم وانتشار الأمراض النفسية وتفشي الخرافة في المجتمعات العربية والإسلامية الجن عالم خفي دارت حوله الكثير من القصص والمحكيات من شأوا الاعتقاد بإمكانية تقاطع عالمي الجن والإنس وأن للجن القدرة على التأثير في حياة الإنسان وأن للإنسان القدرة على التواصل مع الجن معتقدات تزخر بها المرويات الشعبية والأساطير القديمة قامت دعائمها على أرضية من الجهل المستشري في المجتمعات أضفى عليها التراث الروائي المفسوس في كتب الحديث حلّة من الموثوقية والمصداقية المزيفة فالمروي بشأن الجن على لسان النبي صلى الله عليه وآله أو على ألسنة أهل بيته عليهم السلام أو الصحابة رضوان الله عليهم كثيرٌ ومتنوعٌ وغريبٌ ومتناقض وقد ساعدت هذه الموضوعات في حرف تفسير آيات القرآن في الجن وعوض أن تكون حاكمة بالبطلان على الاعتقاد الجاهدي في الجن صار يستشهد بفهمها الخاطئ لتبريره وترسيخه وتوسعت الأوهام وتشعبت فتخصص البعض في دعوة الجن للإسلام وآخرون امتهنوا شعوذة طرد الجن من أجسام المرضى زعماً أنها السبب في إمراضهم خرافاتٌ تزري بالعقل وتركسه في ظلمات الجهل وجدت من يتاجر بها ليحكم سيطرته على عقول الناس وجيوبهم ويشيع بين الناس أن الخلافات الزوجية والمشاكل العائلية أو المالية والوقائع السيئة سببها يرجع إلى تدخلات الجن والعفاريت وأن لديهم القدرة على حل هذه المشاكل بالتواصل مع الجن والتنبية طلباتها المادية التي هي في الحقيقة ليست إلا طلبات التجالين أنفسهم وكلها ممارسات عقيمة سببتها عقيدة فاسدة سقط فيها الكثير من الضحايا وسرقت بها أموالهم فكم من مريض نفسي أو جسدي تُرِك لحاله دون علاج صحيح بل تُرِك لتتفاقم حالته بالأذى والإساء من قبل مشعوذين يدعون قدرتهم على تخليص جسده من الجن فلم يزيدوه غير الإصابة بجروح وأعلام لا دواء ولا علاج لها عندهم وكم من زوجة طلقت أو اتُهِدت بزعم أن جنية حاسدة أو عشيقة شريرة تلبست جسدها فأصابها حزن وظلم لا دواء له إلا بالرجوع لله عز وجل وتصحيح الاعتقاد ونفي هذه الأوهام وكم من فقير أضاع ماله للتخلُّص من حاسد أو ساحر يحول بينه وبين النجاح فركس في الفقر والضياء وما من دواء ناجع له سوى التوكُّل على الله والتحرُّر من الأوهام والعمل الجاد فأين العقل من هذه الخرافات؟ أين الدين من هذه المغالطات؟ أين الحكمة من هذه الممارسات؟ هل ثمت عقلٌ يقبلها؟ أو دينٌ يقرُّها؟ أو حكمةٌ تقتضيها؟ ألا يعلم الناس أن الجن خلقٌ ضعيف لا يملكون شيئًا من الغيب ولا يستطيعون أن يضروا أو ينفعوا أحداً بدون إذن الله وأن الله لم يأذن ولن يأذن لهم ولا لغيرهم قطعاً ثم ألا يعلم الناس أن الجن مخلوقاتٌ مستقلة لها حرية الإختيار والمسؤولية ولا يمكن التعامل معهم بالتحالف أو التزويج أو التودد بل غاية ما يجب علينا فعله تجاه الشياطين منهم هو التحصُّن من وساوزها بالإيمان والأذكار والأدعية ألا يعلم الناس أن الجن لا يتدخلون في شؤون الإنس وأن ما يحدث للإنسان من خيرٍ أو شر هو بقضاء الله وقدره وأن الأسباب في ذلك كثيرة والله يبتلي عباده بالشدائد والرخاء لكن الكثير منها يغطون في سباةٍ عقلي فلنستفق منه ولنستعذ من هذا الإنحراف العقائدي ولنستغفر من هذا الظلم لأنفسنا فإن الجن لا يحسن لك إلا ما تحسن به إلى نفسك ولا تسيء إلا بما تسيء به أنت إلى نفسك وربك في هذه الحلقات نستعرض الاعتقادات في الجن ونقرأ ونحلل ما يغذيها من مروياتٍ وأحاديث ونعرضها على كتاب الله لنكسر بذلك واحداً من أغلال الخرافة التي تغل العقل وتعطب منطق التفكير سنحاول أن ندك جبل الوهم هذا عقيدة تلبس الجن بحقائق القرآن وقواعد العقل الرصين في سبيل التحرر العقلي وتحصين السلام النفسي وابتداءً نسأل كيف نشأت هذه العقيدة منذ البذء اعتنت السماء بمخلوقها الإنسان وأعلمته عن قوى الطبيعة وأنها مسخرة لأجله فعليه فهمها والانسجاب معها وتوظيفها وكان مما أعلمته أن هناك كائناً مضاداً له أشبه بالمادة المظلمة تكون شيطاناً مع بداية المشروع الإنساني سيراه متمثلاً في الجانب الخفي المظلم الشرير من شخصيته الجزء السافل منه المنحطي العاصي الحاسد الحاقد عبر ما يبثه من وسواس نفساني وإن عليه الوقاية والحذر منه لأنه خفي ينتمي لعالم مستور عنه اسمه عالم الجن وأنه أي الإنسان لا علاقة له بذاك العالم بالمرة ومن هذه القوة المظلمة دخل المتكسبون بالجهل وأدخلوا معهم قوى الجن إلى عالمنا وهو ليس إلا الوهن فعقيدة تأثير الجن في الإنسان عقيدة تكسب منذ البت وهي صناعة كهلة الإحتيال الذين فرضوا هيمنتهم على التفكير العلمي بالتفسيرات الخاطئة حيث فسروا الظواهر الطبيعية بغير أسبابها فمثلا فسروا أن الخسوف يحدث عندما يتطاول الحوت لأكل القمر المغلوب على أمره وربطوا لون الخسوف والكسوف بمصائب أو كوارث أو أمراض ستصيبهم وربطوا بين وجود الإنسان وعمله وصحته وانتظام شؤون حياته وحياة أسرته برضى القوى الغيبية والتي ستنزل به إن عصاها عقوبات من أمراض وفقر وموت فعاش حياته مكتلفاً بالخوف والقلق وتجذرت عقيدة التدخلات المحسوسة للقوى الغيبية في حياته مع التعميق القسري لحالة الجهل وتعجيز الخروج من عقال تفسيرات الكهان بل واستغلوا حقه الطبيعي في دفع المخاطر واستجلاب المنافع وتوفير الجهود فقعدوا له كالشياطين يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن به ويبغونها عوجاً ودخلوا على هذا الخط ناصبين دكاكينهم على قارعته عبر آليات الدجل لكشف الغيوب وسلب الجيوب كالفأل وكشف الطالع وتفسير الأحلام والتنجيم وكتابة الطلاسم وغيرها ممارسات آثمة تلاعبت بالناس فجعلت للقوى الغيبية قدرة خارقة على التأثير في حياة الإنسان في غياب تام لإرادته وصيرت بعض الظواهر كانتشار الأمراض أو الأوبئة وسماع الأصوات المخيفة وهبوب الرياح المفاجئ والاختفاء الفجائي للأشخاص وغيرها صنيعة تدخلات الجن والشياطين فما هي عقيدة الجن عند الجاهليين وما هي انعكاساتها في الموروث الروائي في مؤلفه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام يسرد الدكتور جواد علي اعتقادات العرب في الجن قبل بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وآله فيقول إن الإيمان بالجن لعب لدى الجاهليين دورا فاق به دور الآلهة في مخيلته فنسبوا إليها قدرات وأعمالا لم ينسبوها إلى الأرباب وتقربوا إليها لاسترضائها أكثر من تقربهم إلى الآلهة كونها عناصر مخيفة راعبة تؤذي من يؤذيها وتلحق به الأذى والأمراض ولذلك كان استرضاؤها لازما لأمن تلك الآفات وهذه العقيدة صنعت من الجن آلهة بل أكثر سلطة ونفوذا منها ولا زال أثر هذه العقيدة باقيا في نفوس الناس حتى اليوم ويضيف الدكتور جواد علي فاعتقدوا أن الجن عبارة عن عشائر وقبائل لها حكام وملوك وتربط بينها أواصر القربى وصلة الرحم كما يدور بينها ما يدور بين قبائل العرب من اقتتال وحروب وعدوان وهو ما يفسر ثوران عواصف الغبار والزوابع وبينهم عصبية شديدة كعصبية القبيلة عند الجاهليين مراعين لحرمة الجوار وحافظين للذمم والعقود والأحلاف امتهى الاقتباس وقسموهم إلى مراتب أوضحها الجاحظ في كتابه الحيوان بقوله إذا ذكروا الجني سالما قالوا جني فإذا أرادوا أنه ممن يسكن مع الناس قالوا عامر والجميع عمار وإن كان ممن يعرض للصبيان فهم أرواح فإن خوث أحدهم وتعرم فهو شيطان فإذا زاد على ذلك فهو مارد فإن زاد على ذلك في القوة فهو عفريت امتهى الاقتباس وكانوا يعتقدون أن الجن قد تتصادق مع الإنسان وتتباغض معه وقد تقتله وهو اعتقاد استغل لاحقاً في اغتيال سيد الخزرة سعد بن عبادة فأشيع أن الجن قتلت وقيدت القضية ضد مجهول وأن الجن قد تتألم لوفاة رجل طيب أو شهير محبوب فقيه عالم أو منشد أو مطرب أو لاعب مشهور وقد تعطف على المحتاجين والمعوزين لذلك رووا أن الجن قد رثت عبد الله بن جدعان أحد سادات قريش كما أشيع فيما بعد أن الجن ناحت على الإمام الحسين بن علي عليه السلام في استمرار لعقائد الجاهلية وقد يحب جني إنسية وهو ما أطلق عليهم التوابع أي أن تتبع جنية رجلاً تحبه أو يتبع جني امرأة يعشقها وهذا ما نتج عنه ادعاء البعض حتى اليوم بزواجه من جنية وإنجابه منها وهو أمر يؤصل له بدعوى زواج أحد ابني آدم من جنية فروي كذباً عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال إن الله تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجنة فزوجها أحد ابنيه وتزوج الآخر ابنة الجان فما كان في الناس من جمال كثير أو حسن خلق فهو من الحوراء وما كان فيهم من سوء خلق فهو من ابنة الجان ولو ترك الأمر لهؤلاء لعد الأفارقة كلهم من أولاد العفاريت وينسبون الإختفاء المفاجئة للأشخاص إلى اختطاف الجن لهم وهو اعتقاد لم يزل يعتقد به البعض حتى اليوم إذ يعتقد بعض شيوخ الدين أن الجان القدرة على اختطاف الإنسان وإخفائه عن الأعين في أماكن هم يعرفونها لأجل ذلك استعملوا السحر أو الرقاء أو التمائم والتعاويذ والله شابه ذلك من الوسائل للحماية من الإختطاف ووضعوا على إثر هذه التصورات أذكاراً وأدعية للوقاية من تأثير الجن ومنها ما روي على لسان أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله لإضفاء نوع من المصداقية والروحانية عليها فمثلاً ينقل صاحب بحار الأنوار رواية عن زيد الزراد قال سألت أبا عبد الله الإمام الصارق عليه السلام فقلت الجن يخطفون الإنسان فقال ما لهم إلى ذلك سبيل لمن يتكلم بهذه الكلمات إذا أمسى وأصبح يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من عطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان تكفينا هذه الكلمات من المروية الطويلة كشاهد على إقرارها بقدرة الجن على اختطاف الناس فجواب الإمام الصارق عليه السلام بحسب المروية تصديق للعقيدة الباطلة وأما بقية المروية ففيها تلويح بولاية أمير المؤمنين أمام الجن لتردعه عن إلحاق الأذى بقائل هذه الكلمات ولا يهم إن كانت الرواية كذبا فلا بأس بالكذب ما دام نصرة للمذهب هكذا تواصل الرواية لا سلطان لكم علي ولا على داري ولا على أهلي ولا على ولدي يا سكان الهواء ويا سكان الأرض عزمت عليكم بعزيمة الله التي عزم بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على جن وادي الصبر ألا سبيل لكم علي ولا على شيء من أهلي حزانتي يا صالح الجن يا مؤمن الجن عزمت عليكم بما أخذ الله عليكم من الميثاق بالطاعة لفلان بن فلان حجة الله على جميع البرية والخليقة أن تمنعوا عني شرف سقتكم حتى لا يصلوا إلي بسوء أخذت بسبع الله على أسماعكم وبعين الله على أعينكم وامتنعت بحول الله وقوته على حبائلكم ومكركم إن تمكروا يمكر الله بكم وهو خير الماكرين ولم يكتفوا بهذا بل أضافوا الاعتقاد بقدرة الجن على التشكل بالشكل الذي تريده سواء في صورة حيوان أو في صورة إنسان أو غير ذلك والحية هي أكثر الحيوانات الزاحفة أورودا في قصص الجن وقد جعلوها فصيلة مهمة من فصائدها ونوعا بارزا من أنواعه فساقوا في ذلك أحاديثة على لسان الرسول صلى الله عليه وآله منها ما يروى أنه أوصى به علي عليه السلام عليه السلام يا علي إذا رأيت حية في طريق فاقتلها فإني اشتردت على الجن أن لا يظهروا في صورة الحياء حديث كله مغالطات منطقية ناهيك عن أنه مستند لمصدر ضعيف ومخالف للشرعية والعقلانية فقد رؤي عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي عليه السلام في كتابي تحف العقول وهذا الكتاب ليس من كتب الحديث المعتمدة الصحيحة بل هو مجموعة من الأقوال والأخبار المنشوبة إلى أئمة أهل البيت عليه السلام دون تحقيق أو تخريج وقد انتقد بعض علماء الشيعة هذا الكتاب وأشار إلى ضعف الكثير من رواياته سنداً وبثنى كثيرٌ مما ينقله يخالف ما جاء في المصادر الشرعية من القرآن والسنة عن صفات الجن وطبيعة وجودهم فالدعاء أن رسول الله صلى الله عليه وآله اشترط على الجن أن لا يظهروا في صورة الحياء هو ادعاء باطل وغير موثق وهل لرسول الله سلطان على إرادتهم أو تصرفاتهم وهل هو إلا مبلغ ونذير وداع إلى الحق بنفس القرآن أليس هذا كافياً لرد هذا الحديث وأمثاله نعم هو كاف ولكن لنفترض جدلاً بأن قتل الحية يعني قتل الجن فكيف نفرق بين الحية الحقيقية والجن المتلبس ثم ألا يجوز نقول ذلك جدلاً ألا يجوز أن تقول هذه الحية من الجن المؤمن فكيف يجوز قتلها ثم أليس المسلم ماموراً بأن يكون في سلم مع أخيه الإنسان ومع البيئة والحيوان فلماذا هذا العداء؟ عجباً كم هي متناقضة هذه الأحاديث لا تزيدنا إلا حيرة مرة تأول بقتل الحيات وأخرى بإطعام الكلاب فقد رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الكلاب من ضعفة الجن فإذا أكل أحدكم الطعام فليطعم أو ليطرده فإن لها أنفس سوء وقالوا إن الجن تستوطن الأماكن الموحشة والمغفرة والمظلمة والمهجورة وكذلك المقابر فصار بخوفاً عند الناس حتى اليوم دخول هذه الأماكن لا سيما في الليل خصوصاً مع شياع حكايات وقصص تعرضهم لبني الإنسان في هذه الأماكن ولأجل ذلك أطلق عليهم في بعض الثقافات أهل الأرض أو ساكنوا الأرض وقد استخدم هذا المسمى في بعض المرويات ما يعكس استمرار هذه الثقافة في ذهنية المسلمين إذ يروى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال شكى إليه رجل عبث أهل الأرض بأهل بيته وبعياله فقال كم سقف بيتك؟ فقال عشرة أذرأ فقال ذرأ ثمانية أذرأ ثم اكتب آية الكرسي فيما بين الثمانية إلى العشرة كما تدور فإن كل بيت سوقه أكثر من ثمانية أذرأ فهو محتضر تحضره الجن يكون فيه مسكنه ولو افترضنا جدلاً صحة الرواية فلن يكون القصد من كتابة آية الكرسي أو غيرها إلا إشعار قلب المبتلى التعظيم لله بدلاً من تبني الأوهام والاعتقاد بها ولكن للأسف ذهب القصد وبقي الوهم مهيبناً على العقل إن المبتلى بالوهم يأتي ليتعالد ولابد من تلقينه يقيناً مضاداً فكرة صحيحة يشتغل بها العقل فكرة اعتقادية روحانية يحارب بها الوهم لتكون دواء يستحضره كلما تغول الوهم وتسلط على عقله فكتابة آية الكرسي أو غيرها وحملها أو تعليقها على الحائط أو زخرفة المباني بها ليس بقصد الزينة فقط بل هي مذكر للإنسان المبتلى بأنه عليه الثبات في حرب التخلص من الوهم وساحة هذه الحرب الحقيقية هي الذهن وإن أعظم المعارك بين الرحمن والشيطان ساحتها ذهن الإنسان ومن عقائل جاهدية أن الرجل إذا سكن داراً جديدة ذبح فيها ذبيحة يتقي بها أذى الجن لاعتقادهم أن في كل دار جناً يقيمون بها لترضيتهم وللتقرب إليهم وهي عادة ما تزال عند الناس حتى اليوم وإن كانت بمسميات أخرى ولكنها في النهاية نابعة من هذه العقيدة كعادة ذبح شات في أساس بناء البيت أو عند شراء منزل أو ذبح ديك ودفنه في أساس البناء أو كسر بيض عند شراء سيارة ونثر الملح الخشن وغيرها من ممارسات تسربت إلى الناس مع تسرب عقائد الجاهلية في الجن ورغم معالجة الإسلام لهذا النوع من الذبائه وحثه على أن يكون الذبح عند بناء المنزل أو شرائه فرصة لإدخال الفرحة على الفقراء والمساكين بالتصدق عليهم من لحم الذبيحة إلا أن التزوير قد طال حتى هذه المعالجة إذ يروع عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله من بنى مسكنا فليذبح كبشا سمينا وليطعم لحمه المساكين إلى هنا والرواية متماشية مع توجيهات الإسلام لكن النصف الثانية منها ينصف الأول ويعيد ترسيخ عقائد جاهلية هكذا تواصل الرواية ثم يقول اللهم ادحر عني مرضة الجن والإنس والشياطين وبارك لنا في بيوتنا إلا أغطي ما سأل بهذا استبدل البعض إطعام المحتاجين بقرابين تدفن في أساس البيت ونسبوا إلى الجن التسبب بالعوبئة والأمراض مثل الصرع والجنون خاصة إذ الجنون لديهم هو تلبس الجن بالإنسان ودخولهم جسمه وأنها كذلك تحذر الإنسان أو ترشده إلى شيء يريده بصوت جهوري مسموع يقال له الهاتف دون أن يرى الشخص صاحب ذلك الصوت ويتنبي عن المستقبل كما تتحدث عن الماضي كما نسبوا لهم قدرتهم على قرض الشعر وصياغة الأدب ولذلك أشيع أن للشعراء الإنسيين قرناء من الجن يلقنونهم أشعارهم وما كان يعتري الكهان من رؤى من الجن سميت عرافة وببحث بسيط نجد امتلاء الموروث الديني والمؤلفات الإسلامية بقصص وأخبار الجن في كل جانب من جوانب الحياة لاعتقاد الناس أن مفاصل حياة الجن هي مفاصل حياة الإنسان رغم اختلاف مادة خلقهما العمر الذي شكل بيئة خصبة لإطلاق الخيال بلا ضابط عقلاني فألفت في هذه العقيدة كتب كثيرة ككتاب شمس المعارف الكبرى وكتاب آكام المرجان في أحكام الجان وكتاب أسرار الجان وكتاب الجن المسلمون من صحابة الهاد البشير وكتاب الجواهر اللماعة في استحضار منوك الجن في الوقت والساعة إلى آخر وغيرها الكثير الكثير من الكتب التي تشغل عقولنا بترهات تمنعنا من التقدم والتطور والرقي كما شخص الدكتور جواد علي جانبا آخر من على الامتلاء المؤلفات الإسلامية بقصص وأخبار الجن بقوله وقد موّن القصص الإسرائيلي أهل الجاهلية بشيء مما كان يوقصهم من أساطير الجن وتوسع وزاد هذا القصص في الإسلام حتى تولد منه هذا الذي نجده مدوناً عن أخبار الجن في المؤلفات الإسلامية تشخيصٌ يأكس مدى تغلغل وانتشار عقيدة الجن عند أصحاب الديانات الأخرى من العرب لدرجة تصديرها لغيرهم ولم يكن العرب بدعاً من الشعوب الأخرى إذ كانت لديهم اعتقادات مشابهة أيضاً أملنا في تطهير عقل الأمة من هذه الخرافات لذلك لسنا في صدد الحديث عن الشعوب والديانات الأخرى وإنما سنحصر الحديث حول اعتقادات العرب والمسلمين خصوصاً في الجن وسنترك الحديث عن عقائد بقية الشعوب والديانات الأخرى هذه كانت مقدمة ضرورية وجولة سريعة في أهم أوجه عقيدة العرب في الجن قبل الإسلام وهذا يثير التساؤل عن سبب بقائها وتجذرها كعقيدة عند غالبية المسلمين لماذا لها هذا الحضور؟ وكيف تسربت القصص والحكايات الشعبية وانعكست في المرويات والأحاديث؟ فرغم أننا في عصر تفجر العلوم وسباق الحضارات إلا أن عقل الاعتقاد بالخرافة ما زال حاضراً لماذا؟ في الحلقات القادمة سنصلط الضوء على جوانب من عقيدة تلبس الجن في الموروث الحديثي وأثر ذلك في حياة المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر أغلال العقل لا يكون إلا بعودة الانفتاح على قرآن السماء المهجور وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجوراً اشتركوا في القناة